اشتركوا في القناة المراقبة المالية والمحاسبة في دول المجلس كما ناقش الاجتماع خطة التدريب المعتمدة للعام 2020 والتي تضمنت برامج تدريبية حول الرقابة على الاستثمارات والمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والبرنامج التدريبي المتعلق بالتدقيق على القطاع النفطي كما بحث المجتمعون قرار اعتماد الإطار العام لتنفيذ الندوات والمؤتمرات وورش العمل وبرامج التعريف بقرارات العمل الخليجي المشترك وطلع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الدواوين على المواضيع المقترحة للمسابقة الخامسة لمجلس التعاون للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة كما بحث اعتماد إعلان أبو ظبي بشأن تعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وهيئات مكافحة الفساد ومكافحته بمزيدا من الفعالية في دول مجلس التعاون الخليجي ترجمة نانسي قنقر